مرحبا بكم في قناة تحفة يوب بطلة يوجهها صادي للمدرب الوطني جمال بلماضي ويقدمها للفيفا من أجل ملعه من العودة للمنتخب وحرمانه من كل الحقوق وحتى لتورته على أساس مع الفيفا وينال بلماضي عقوبات لكنه سيفشل محال حسب خبراء لأن بلماضي هو من معه الحق وهو المدرب بقوة العقد أما وبخصوص الاتهامات التي يسرع والد صادي لتوجيهها لبلماضي لوضعها أمام الفيفا فقد كشفت جاردة الأوراس أن وليد صادي له ضربات قالت أنها قانونية عند مواجهته في الفيفا أولها يريد صادي تكييف ما بدر من المدرب بلماضي بعد العودة من كوتيفار وتجاهله للصدعاء صادي على أنها تصرفات عسفية أن الصادي سيتباكى ويتشكل للفيفا بخصوص قيام بلماضي بتجاهله مدعيا حسب الأوراس أن تصرفات بلماضي تسمح له بفسخ العقد من طرف واحد مدعين أن هذه التهمة والإدعاء ينتظر أن يقطع في الفيفا لإذن الجمال بلماضي فالاتحادية يبدو أنها مركزة على توجيه تهمة التعصف لبلماضي محاول توريطة كما أن الاتحادية لم تذكر سبب كل تلك تصرفات من بلماضي التي هي في الأساس جاءت كرد فعل على إهانتهم له لكن كل الخبراء أكدوا أن الاتهامات ازداد بلماضي كلها باطلة بل بالعكس هو من تحرر لتعصف كبير وظلم وإهانات وتشويهات كثيرة من الصحافة والمحسوبين على الاتحادية وصادي كذلك يدخل في الملف ما قال عنه تصريحات نارية لمدرب المنتخب الوطني بالماضي اتجاه الحكام وبعض الصحفيين والإدعاء أنه مدرب سيء ومتطاول مقدمين اتهامات باطلة لدبل ماضي لمحاولة كسب المعركة القانونية ضده فرئيس الاتحاد الجزائر لكورث القدم وليد صادي يريد توضيف أي شيء حسب الأورث لمحاولة كسب القاضية لدبل ماضي وفي معركتها القانونية لكن وكما ذكر خبراء أكدوا أن بل ماضي هو من سيربح القضية ووليد صادي لن يستطيع إقالته بشكل نهائي حتى وليتفق مع مدرب جديد لكن وإن فعلها فسيجدوا نفسه أمام الفيفا وبالماضي هو من سيربح أما كل هذه التهم الموجهزة من طرفهم ضد بالماضي كلها تؤكد وجود حق الدفين للعدد من الأطراف ضد الناخب الوطني وأن تلك الأطراف بالذات هي من كانت تشويش عليه وتحاول تحطيم المنتخب وإفشاله للإطحاب حتى ولو على حساب استقرر المنتخب وتوضع مع بعض الحكام لتلقي الهزائب المهم منهم حينها أن يتخلصوا من بلماضي بأي طريقة كانت مع العلم أن وليتصادي كان واضحا من البداية أنه لن يسرك بلماضي يستمر مع المنتخب حتى لو حقق إنجازات كبيرة وكان أخبار لعبين بهذا الأمر نهيك على كون بلماضي تعنته بهذا الشكل ورفضه الخروج من المنتخب ولتنازل عن حقوقه جاء كنوع من الرد على كل من أهنوه وشوهوه وما فعلته الاتحادية ضده لهذا يريد الانتقام منهم والاستمرار بأي طريقة ليعود بقوة ويتبت أنه الأفضل ويعيد الأفراح للجمهر الجزائرية رغم كل الظروف الصعبة ما سير تراجع كل من كانوا يهاجمون بلماضي وعلى رأسهم على بن شيخ والدراجي بداية يبدو أن المحسوبين على جناح والد صادي أخذوا أمرا وتعليمات بالتهديئة مع جمال بلماضي وتجنب إثارة غضبه أكثر حتى يقبل عرض صادي ويعلن المغادرة نهائيا من المنتخب إذ بدأ واضحا تراجعهم جميعا وحتى بدئهم في مدحع والسباق تمني له حد موفق مع أي منتخب آخر آخرهم علي بن شيخ وحافظ دراجي ألدان شمنا حملة ضخمة توقفوا نهائيا الآن على مهاجمته بل وصاروا يمدعونه إذ يقولوا مراقبون أن هذا التغير في موقفهم ورأه خطط مبيتة من صاري لن تنطلي على جمال بلماضي خاصة وأنه تضح له كل شيء وكل ما كانوا يخفونه في قلوبهم ذلضاء من حقل وخطط للإطاحة وحتى تشويهه بالتلفيق وتشويش وكل ما شاهدناه خاصة في الفتر السابقة لهذا تراجع بن شيخ وغيره وحتى الصحفة الرياضية بتعليمات واضح أنها خطة موحدة منهم جميعا لإحراجهم لبلماضي ودفعه نحو قبل استقالة طوعية على أساس أنهم يريدون تصالح معه وتوقفوا عن الحملة إلا أن بلماضي ليزلوا يرفض مسمحتهم على كل مفاعله رضا وكل خططهم في تحطيمه وتحطيم المنتخب وظلوا هكذا لسنوات لهذا فأقوارت منه هو رفضه الاستقالة وإغضتهم بإعلان الاستمرار وأن من يريد منعه فليدفع كامل المستحقات أو ينتدره أمام محاكم الفيفو لهذا فتمسك بلماضي بالمنصب أقوى ضربة يوجهها لهم مع العلم أن بلماضي كان في البداية فور الإقصاء والاستقالة إذ كان أخبار الجميع في المنتخب بهذا الأمر لكن تصرفات صادي السبيانية والمستفزالة وحتى لجوءه لزشوهه وإهانة بالماضي وتسلط الجميع من الصحفة إلى أشبه المحلين ضده في حملة شعواء مع كل مؤامرة والتراكمات من المخططات السابقة مجموعة بريكس لفاجئ الجزائر وتحرك قوي وحسن من الصين وروسيا لضم الجزائر وهذا هو الموعد والخبر الصيني يكشف من روسيا المفاجئة المدوية لكن هكذا كان رد رئيس بون وخطوة مدوية بداية أهم عضوين في البريكس يحضران أكبر مفاجئة للجزائر لدخول مشرف وحتى لرد الأثبار وتترك كل من الصين والروسيا لخطائهم السابق عندما لم يضغطا بالقدر الكافي على بقي الأهداء لدخول الجزائر هذه المرة الصين ترمي بكل تقالها وتعجيل باجتماع تاني مخصص لإدخالها بسرعة حيث كشف الخبير والأكاديمي الصيني جونغونغ نائب رئيس شؤون الاستراتيجية في جامعة الأعمال والاقتصاد في الصين لوكالة الساس الروسية في تصريحات مدوية بأن الصين مهتم بانضمام الدول صديقة ذات الاقتصادات الكبيرة إلى مجموعة بريكس وذكر على وجه الخصوص الجزائر وإندونيسيا التي مصمم الصين على إدخالهما في أقرب وقس وهو الأمر الذي روسيا أيدته فيها ومع التسريح في إدخال الجزائر وإندونيسيا وقال الخبير أنه يقوم الأعضاء الحاليين إلقاء ندر فحصة على الاقتصادات الكبيرة مثل إندونيسيا والجزائر وأوضح الخبير صيني يقول إذا تحدثنا عن الدول الذي من المرجح أن تنضم إلى المجموعة فستكون اقتصادات كبيرة مثل إندونيسيا والجزائر وحسب مصادره فإن الصين تفضل انضمام الدول صديقات الاقتصادات القوية نهيك عن كون الصين وروسيا يرغبان في رد الاعتبار للجزائر وإندونيسيا لأنهما بعد أن تم رفضهما سابقا خطبا من القرار خاصة وأن القرار لم يكن عادلا والمعايير مشبوهة بجانب الكون عن هناك حديث عن ضغوطات من أعضاء لا توجدوا له نهيك عن كون هناك كانت ضغوطات من أعضاء لأنهم توجهوا لدول لهم فائدة فيها كثير أكثر من الجزائر وإندونيسيا وهنا بعدها صارت بتوجه مغاير تماما وانفتحت الجزائر بالتحليل على العديد من المجموعة والتعامل مع كل دول دون ستنة بما يخدم مصالحها ورفضت أن تربط مجددا مصيرها على مجموعة واحدة أو توجه محصور وعليهم عبد الدعوة للجزائر لدخول بريكس ووضع لها ضمانات للقبول المباشر والإلحاق على الرئيس بولي قبل الانضمام فأكيد أن هذا الأمر سيلطف جو العلاقات ويقويها أكثر لكن الأكيد أن الجزائر وجدت فوائد ضخمة من توجهتها الجديدة بعدما انفتحت على الجميع في التعامل سياسيا واقتصاديا لهذا ستنضموا للبريكس وتظلوا منفتحة على كل دول دون أي قيود لتعمل مع البريكس وغيرهم المهم أن تكون بمصالح مشتركة بما يخدم ويقوي الاقتصاد دون طبعا أي غادر أو إضرار بمصالح الحلفاء مع العلم أن سابقا كان أحدى ترفض البريكس دخول الجزائر وعيد الدول أخرى جدلا كبيرا ويهدفون الآن لإصلاحه لكن طبعا لن يدخل الجامع في توسيع تانية